اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي طلاب تخصص السيارات في حلقة جديدة من حلقات قناتكم مصر للتعليم الفني النهاردة درسنا مع طلاب الصف الرابع مادة التكنولوجيا ان شاء الله هناخد حلقة متميزة جدا عن صندوق تروس السرعات الاوتوماتيكي او الفتيس الاوتوماتيكي مهم جدا انك تفهم التخصص بتاعك وتعرفوا وتعرف كمان المسميات بتاعت السوق عشان انت هتنافس في سوق العمل او لو ناوي ان شاء الله تكمل وطبعا كل طلابنا دخلين التعليم الفني الصناعي تخصص السيارات بالذات خمس سنين عشان يكمل دراسته بعد كده فربنا يوفقك يا رب العالمين مهم جدا انك تكون عارف كل المصطلحات بتاعتنا الفنية بلغة السوق وبالاسم العلمي او المصطلح العلمي بتاعه مهم جدا كمان انك تعرف كل شيء عن المعلومة او عن الجزء اللي انت هتشتغل فيه عدد مصادر دخل المعلومة بتاعتك قلنا الكلام ده كتير وان شاء الله ننفزه وان شاء الله نكون جادرين بان احنا نقدر ننافس او ندخل كلية بتاعتنا ان شاء الله بسم الله نبدأ حلقتنا النهاردة هنتكلم عن صندوق تروس السرعات الأوتوماتيكي تعالوا بينا نشوف طبعا احنا عارفين ان المكنة او العربية بشكل عام تكون زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا من محرك بعد كده صندوق تروس السرعات او ان كان فيه القابض لو كانت العربية بتاعتي اه منول او كانت عربية اوتوماتيك فانا في الحالتين طبعا لو منول عندي قابض او كلاتش طب لو اوتوماتيك عندي قابض بس قابض هيدروليكي بعد كده يجي صندوق تروس السرعات المانول طبعا بيكون ليه يد للغيار زي ما احنا شايفين في الصور او كانت اوتوماتيك فاللي بييجي بعد المكنة هيجي صندوق هيجي اه القابض اللي هو هيفصل ويوصل الحركة ما بين المحرك وسندوق تروس السرعات وبعدين اجزنا للنهائي لو كانت العربية بتاعتي دفع خلفي او هتشتغل على الاكسات الامامية لو كانت جر امامي وممكن عربية زي اللي قدامنا دي 4x4 او اتنين اه كرونا اللي هي الاكسين نفسهم بيشتغلوا اه قيادة او دفع او جر فانا في الحالة دي العربية اللي قدام مني دي 4x4 طيب تعالوا بقى نعرف صندوق تروس السرعات الاوتوماتيكي او ناقل الحركة الالي ده اسمه ممكن نسمعه عشان نبقى عارفين برضو احنا بنتكلم عن ايه فمن ضمن المصالحات العلمية لصندوق تروس السرعات او الفتيس الاوتوماتيكي ناقل الحركة الالي او غيار السرعة الالي او علبة السرعات الالية دي كلها مسميات منهم كمان الفتيس الاوتوماتيكي طيب السندوق تروس السرعات الأوتوماتيكي بيعمل ايه هو هيعفي السائق من تغيير السرعات يعني وحضرتك راكب العربية وبتقود العربية بتاعتك فانت في الحالة دي ما انتش محتاج تغير اول تاني تالت الكلام ده احنا مش هنحتاجه خالص السيارة هتمشي أوتوماتيك وهتنقل من الاول للتاني للتالت حسب عدد سرعات السيارة بتاعتي او الفيتيس بتاعي هينقل اوتوماتيك فهو هيعفي السائق من تغيير السرعات وهو تطوير لسندوق تروس السرعات المعتاد اللي هو المنول العادي اللي احنا كنا عارفينه اتعدل او اتطور وبقى فيه سندوق تروس سرعات اوتوماتيك بس هل ده لغى دور سندوق تروس السرعات الالي او اليدوي او المنول الادين لا موجود ده وموجود ده حسب رغبة صاحب السيارة او او اللي بيشتري سيارة بيبقى محتاجها يا اما اوتوماتيك يا اما منول حسب راح طيب قلنا ان هو تطوير والتطوير ده بيتم فيه سندوق نفسه بحيث ان انا ما عدتش محتاج ان انا اقعد اغير ادوس على الكلاتش او الديبرياش برجل الشمال وابدأ اغير واختار السرعة اللي انا محتاجها جميل طيب ايه تاني هو جهاز ناقل الحركة الاوتوماتيكي المعروف باسم ايه تي يعني انا لو شفت الايه تي اعرف ان هو بيتكلم على صندوق تروس السرعات الاوتوماتيكي ده بيعمل ايه بيغير السرعات بتاعتي وبينقل السرعات بتاعتي اوتوماتيك بدون ما انا اتدخل في اي شيء كل اللي انا هاعمله ان انا هاختار الحركة بتاعتي امامية يا خلفية وبس وخلاص وهو هيعمل كل ده اوتوماتيك تمام طيب ايه معنى كلمة اي تي يعني انا لو شفت انا بستخدم او في المواصفات بتاع العربية اللي انا بشتريها مكتوب اي تي الترانسميشن او السندوق اي تي اي تي يعني اوتوماتيك ترانسميشن اللي هو ناقل الحركة الاوتوماتيكي او سندوق تروس السرعات الاوتوماتيك طيب اه قلنا ان ده هيعمل كل حاجة عنده اوتوماتيك حتى المرشلي او الرجوع الى الخلف هو هيشتغل كل ده اوتوماتيك انا مش ما يحتاج مني انا ققائد سيارة مش هيحتاج مني اي شيء طيب عايزين نعرف هو بيتألف من ايه او بيتكون من ايه سندوق تروس السرعات الاوتوماتيكي بيتكون يتألف ناقل الحركة الاوتوماتيكي الحديث من مجموعة من التروس التروس دي بتسمى تروس كوكبية الاول شمسية وكوكبية وحلقية طب تعالوا نعرف وهنعرف كل واحد منهم كمان مكانه فين في الفتيس وبيشتغل ازاي كل ده مهم جدا انك تركز معايا ومش عايزين نحفظ يا شباب عايزين نفهم اول ترس عندي وهو ترس مركزي بيكون في النص وبنسميه الترس الشمسي او الصنجير ترس ايه ترس شمسي وده بيكون مكانه في النص بالزبط بنسميه ترس شمسي طيب الطوق الخارجي مع اسنان الترس الداخلية فيه طوق خارجي كده الطوق الخارجي ده بيكون بنسميه احنا صندوق بنسميه ترس حلقي بنسميه ايه ترس حلقي وبعدين عندي مجموع التروس صغيرة تانية بنسميها مجموع التروس الكوكبية او البلانت جير والتاني ده اسمه رينجير تمام هم مجموع التروس ممكن يكون اتنين تلاتة هنشوف شكلهم وهنشوف الدنيا دلوقتي ده اللي بيركب في النص يبقى اسمه ترس ايه ترس شمس اللي هو هنا في الصورة اللي على الشمال وفي الصورة اللي على اليمين اللي احنا مطلعينه فوقه طيب عايزين نركز يا شباب عشان كل واحد من ده ليه دور وكل واحد من ده ليه حركة تعالوا نشوف الترس الشمسي ده الترس الشمسي ده ممكن يدور لوحده حوالين المحور بتاعه المحور اللي هو العمود اللي راكب عليه تمام وهو راكب على العمود بيتحرك معاه بسبات يعني ما ينفعش يدور الترس والعمود ما يدورش لا مدام الترس دار يبقى العمود لازم يدور او لو العمود ضار يبقى الترس لازم يدور طيب ده بالنسبة للترس الشمسي هو في المجموعة اللي قدام مننا اهو اللي الصورة اللي على الشمال هنلاقي ان الترس الشمسي اللي واخد لون الدهبي اللي في النص بعد كده هنلاقي مجموعة الترس كوكبية اللي هي في المجموعة دي ألا طيب هي مجموعة الترس الكوكبية دي الترس صغيرة عاملة زي الكواكب الصغيرة اللي عملة دور حوالين الشمس بتدور حوالين الشمس ليها كم حركة دي ليها حركتين ايه هم الحركتين اللي ممكن تتحركهم إن هي تدور حوالين المحور بتاعها اللي هو شايفيني المصمار اللي هنا ده ده المحور بتاعها إذن لو أنا وقفت المحاور كلها سبتها الترس نفسه هيدور يعني أنا لو سبتت الداير بتاعهم أو المحور بتاعهم اللي فيه المحاور كلها ده لو سبتناه الترس نفسه هيفضل يدور مدام الشمس بيدور لو الشمس كده بيدور الترس الشمس بيدور التروس الكوكبية هتدور حوالين مين حوالين المحور بتاعها اللي هو ده شايفين يا شباب ده محور الارتكاز ده العمود اللي هي بتدور حوالين منه طيب المحاور دي ممكن تدور كلها يعني ده يدور كده على الترس الحلق ده ايوه يدور يبقى دي الحركة التانية يبقى أنا عندي حركتين للتروس الكوكبية مهم جدا يا شباب نفهم النقطة دي مهم جدا 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 نفهم النقطة دي عشان نعرف احنا بنمسك ايه او بنوقف ايه وبنفرمل ايه عشان نحصل على سرعة عالية سرعة منقفضة الكلام ده كله بناخده من التثبيتات او التوقفات دي يعني انا هوقف الترس الشمسي اذا هشغل الترس الحلقي مع الترس الكوكبية او هشغل الترس الشمسي واسبت الداير او المحاور بتاع الترس الكوكبية اذا اللي هيدور معايا الترس الحلقي كل ده هيديني سرعات مختلفة اذا الترس الشمسي لي حركة واحدة بس تمام طيب التروس الكوكبية لها حركة ايه تب الترس الحلق الخارجي اللي برا هو اسنانه من الداخل اهو مين اللي بيتحرك على اسنان الترس الحلقي اسنان تروس التروس الكوكبية ممتاز جدا تروس الكوكبية اللي قدام مني الصغيرة دي اللي هي ده ايه انا عندي هنا اربع تروس موجودة في الشكل اللي قدامي ادى ترس اتنين تلاتة اربعة المحور بتاعهم اهو العمود اللي هي بتدور عليه ادى واحد اتنين تلاتة اربعة التروس دي تاني بتدور حوالين نفسها والمحاور كلها بتدور على الترس الحلقي يعني المحاور ده هي كلها كده تقدر تدور معايا على اسنان الترس الايه الحلقي يعني انا لو مش ميثبت ده مش ميثبت المحاور بتاعة التروس الكوكبية هيفضل يدور معايا مجموعة التروس يعني ده هنا دلوقتي هيبقى هنا بعد شوية وده يتحرك هو كمان المجموعة كلها تبدأ تدور كده مع بعضها طيب لو انا عايز اخد سرعة مباشرة وتعالوا برضو من الصورة دي نعرف السرعات اللي احنا هناخدها انا لو هدخل الحركة بتاعتي على الترس الشمس الاول وادي للتروس الكوكبية واسبت الترس الحلقي واخد من المحاور بتاع التروس الكوكبية اذا ترس صغير اللي هو الترس الشمسي هيدي لمحور اكبر منه بتاع التروس الكوكبية في الحالة دي السرعة اللي طالعة منخفضة ولا عالية السرعة اللي طالعة منخفضة اذا هو هيديني سرعة بطيئة وعزمة اعلى الترس الشمس يا شباب بيدوره في النص ده المحور بتاع مجموعة التروس الكوكبية تمام الترس الشمسي لما يدور وهنسبت الترس الحلقي اللي برا وناخد من مين هناخد من المحاور بتاعة مجموعة التروس الكوكبية اذا ده لما يدور ترس تاني اكبر منه والخارج بتاعي بتاع الفتيس في الاخر عمود الخارج طيب اذا ده ترس كبير هياخد من ترس تاني صغير اللي هو ترس الشمس اللي في النص في الحالة دي السرعة اللي نتج عندي هتكون بطيئة ولكن العزم ايه اعلى طب تمام تعالوا نشوف حالة تانية لو احنا سبتنا التروس الكوكبية محاور التروس الكوكبية زي ما هنشوف في الصورة اللي قدام هنسبت التروس ونخلي الترس الحلقي هو اللي يدور يدي للترس الشمسي اذا هنا في الحالة دي ترس كبير هيدي الترس تاني صغير اذا السرعة بتاعتي في الحالة دي هتكون عالية ولكن العزم بتاعي هيقل كل ده هنفهمه هنشوفه فيديو كمان وهو بيشتغل دلوقتي كل اللي انا عايزك تعرفه من الصورة اللي قدام مني ان ده بنسميه الترس الشمسي اللي هو في النص وبيكون ترس واحد فقط طيب فيه تروس تانية واحد فقط اه الترس الحلقي الخارجي اللي بيضم المجموعة كلها وبيكون فيه مراود او اسنان الاسنان دي راكب عليها مجموعة تروس كوكبية ممكن تكون اتنين تلاتة اربعة مجموعة التروس الكوكبية بتتحرك على الترس الحلقي وكمان بتدور حوالين المحور بتاعها خلصنا من الصورة دي تمام فيهمناها كويس يا شباب تاني نقولها الترس الشمسي بيتحرك ويحرك معاه مجموعة التروس الكوكبية مجموعة التروس الكوكبية هتدور حوالين المحور بتاعها وفي نفس الوقت بتدور على اسنان الترس الحلقي الخارجي اللي برا تمام ده شكل تاني عشان نشوف شكل التروس ده الترس الشمسة هو ودي مجموعة التروس الكوكبية تلاتة عندي كان هناك اربعة دلوقتي بقت تلاتة هناخد المحاور بتاعتهم وندي للعمود بتاعهم هناك هو اذا انا لما هاخد من المحاور اده محور بتاع ترس كوكبي وده محور وفي محور تالي نديهم لعمود تاني العمود اللي الموز بيتحرك عليه عشان اخد منه خرج او اخد منه حركة تمام وده الترس الحلقي التاعي برضو باخد منه حركة تمام نروح لي الترس التروس الكوكبية مع الترس الحلقي احنا دلوقتي بنجزق الفتيس لعدة اجزاء دي بنسميها الاول مجموعة المجموعة بتتكون من مجموعة من مجموعة التروس كوكبية وترس حلقي وترس شمسي بس تمام يا شباب نروح للتروس الكوكبية هنا تلاتة في الصورة اللي قدام مني ممكن يبقى اربعة ممكن يبقوا اتنين زي ما قلنا والتروس الكوكبية بنأكد تاني ان الترس ده هو لو انا سبت المحاور خلتها ما تدرشي ما تلفش معايا اذا الترس نفسه هيدور حوالين مين هيدور حوالين المحور هسبت المحور يعني ايه يعني هخلي المحور ما يتحركش من النقطة اللي هو واقف فيه شايفين المحور ده بتاع الترس الكوكبي هقوله اثبت مكانك ما تدرش ما تتحركش من النقطة دي اذا الترس نفسه الكوكبي هيبقى حر الحركة ده هيدور هيدور وهو ثابت مكانه لكن هيدور مين معايا هيلفف مين هيلفف الترس الحركة تمام نروح ويجب طبعا ان تكترن سلسلة التروس الى آلية تعرف بآلية محول العزم محول العزم او الترك كنفيرتر اللي هو بيه اللي هو هياخد بقى الطاقة الهيدروليكية الموجودة في الزيت ننقل الطاقة بتاعتنا او الحركة بتاعتنا او الطاقة الميكانيكية اللي جاية من المحرك ننقلها للفتيس ننقلها من خلال ايه محول العزم او الترك كنفيرتر او البطيخة ده المسمى بتاعها او اسمها في سوق العمل بتاعي البطيخة دي مهمتها ان هي تنقل الحركة دي القابض الهيدروليكي يا شباب مش احنا عندنا انواع القوابض احتكاكي وهيدروليكي وكهربائي او كهرومغناطيسي الكهرومغناطيسي بنستخدمه في المروحة بتاعت التبريد او في الكمبروسر بتاع التكييف طيب بالنسبة للقابض الهيدروليكي القابض الهيدروليكي موجود عندي مع الفتيس الاوتوماتيك ده اللي هو البطيخة وازاي بتشتغل ده هنشوفه دلوقتي وهنعرف ازاي بيشتغل طيب تعالوا بقى نعرف معلومات اساسية كده اذا تم ايقاف ودي نقاط مهمة جدا اذا تم قفل او ايقاف الترس الشمسي واخذت تروس التروس الكوكبية حركاتها من الترس الحلقي تروس الكوكبية انا هسبت الشمس وهخل التروس الكوكبية تاخد حركتها من مين من الترس الحلقي في الحالة دي ترس كبير بيدل ترس اصغر منه هل السرعة هتكون عالية ولا منخفضة لا ده انا في الحالة دي بزود سرعة وقلل ايه عزم انا هسبت الترس الشمسي هوقفه هقوله شكرا اقاف انت ترس الشمسي اللي هو في النص يا شباب وخل الحركة جاية من الترس الحلقي يديها المجموعة او التلت تروس او الاربع تروس الكوكبية اللي في النص ترس الحلقي اكبر بيدور الاسنان بتاعته الداخلية عمالة تدور اسنان التروس الكوكبية التروس الكوكبية عمالة تدور حوالي المحور بتاعها والمحور بتاعها عمالة يدور فانا باخد الحركة بتاعتي من المحاور بتاعت التروس الكوكبية طيب اذا ترس اكبر بيدل ترس اصغر في الحالة دي انا بدي سرعة مدام الترس القائد المنقض أصغر منه يبقى أنا بدي سرعة وأقلل إيه العزم ما هي السرعة عكس العزم زي ما احنا عارفين احنا الناس في السنة 4 عارفين الكلام طيب تعالوا نعرف حاجة تانية إذا أنا كده قفلت الترس الشمسي وخليت الترس الحرقي إيه هو اللي يدي للترس الشمسي طيب عندما يتم قفل الترس الحرقي وأخذ الترس الكوكبية وأخذت الترس الكوكبية حركاتها من الترس الشمسي يتم إرسال الحركة من حاملة الترس الكوكبية فيحصل إيه تخفيض للسرعة وإحنا قلناها مع الصورة الأولانية أنا هسبت الترس الحرقي وهخلي الحركة جاية من الترس الشمسي يدي لمجموعة الترس الكوكبية ترس الشمسي أصغر ولا أكبر من المجموعة الترس الكوكبية لو إحنا بصينا الحجم الترس هنلاقي أن الترس الشمسي أكبر من الترس الكوكب لو إحنا بصينا تعالوا نرجع بالصورة معلش نرجع بالصورة تاني ونبص عليها ده الترس الكوكب أهو طب تعالوا نبص على الترس الشمسي الترس الشمسي أكبر لكن أنا بتعامل على القطر بتاع المحاور أو السنتر بتاع المحاور سنتر المحاور هنا هو اللي أكبر من الترس الشمسي فاهميني النقطة دي يا شباب الترس الكوكبي أصغر من الترس الشمسي ولكن أنا دلوقتي مسبت الترس الحلقي ومخلي الترس الشمسي هو اللي بد حركته لمجموعة الترس الكوكبية فمجموعة الترس الكوكبية عملت دور حوالين نفسها حوالين المحور وفي نفس الوقت عملت دور بالمحاور بتاعته بالدور هي المحاور بتاعته يعني لو الترس هنا عملي دور فالمحور بتاعه هو الكتر الأكبر من الترس الشمس إذن ده قطره أكبر من الترس الشمسي والحركة جاية من قائد صغير بيد القائد أكبر منه في الحالة دي السرعة هتنخفض والعزم هو اللي هيزين تمام تعالوا نكمل طيب النقطة اللي بعد كده بيقول لي إذا تم قفل حاملة التروس الكوكبية هنقفل التروس الكوكبية وأخذت التروس التروس الكوكبية حركاتها من الترس الشمس تمام هيتم إرسال الحركة المين للترس الحلقي أنا قفلت المحاور يا شباب أنا قفلت المحاور بتاع التروس الكوكبية خليت المحور يعني لو ده ترس كوكبي وده ترس كوكبي ثبت مكانه مش هيتحرك من النقطتين اللي انت شايفهم ده والترس الشمسي هو اللي عمال يدى حركة فده عمال يدور يوم يدور مين الترس الحلقي الترس الحلقي هيدور بس يفضل ثابت مكانه ده المحور بتاعه هيفضل ثابت مكانه طب هو لما يدور كده في مكانه هيعمل ايه هيحرك معاه الترس الحلقي ده تخفيض ازيد يعني السرعة هنا هتكون قليلة اكتر من الاول هتقل ولكن العزم معايا زاد يعني ده سرعة اولى او نسميها العجوزة في الفتيس المنوى ده الاولاني في المنوى ليه لان انا سبت المحاور بتاعة مجموعة التروس الكوكبية واصبح الترس الشمسي اللي في النص بيحرك التروس الكوكبية وده الترس الشمسي الترس الشمسي متعشق معاكد بيحرك التروس الكوكبي الترس الكوكبي عمال يدور حوالين المحور بتاعه اللي هو ده بس المحور بتاعه سابت ما بيعاعدش بيلف معايا كده لا ده بقى سابت طب اذا التروس عمالة تمشي ازاي ما هو انت سبتت المحور طب التروس هتدور ازاي هتدور حوالين المحور وتحرك الترس الحلق اللي هي واقفة عليه او سابت عليه تقوم تدوره الترس الحلق الاكبر اذا الترس الشمسي بيدور الترس الحلق الكبير اللي هو ضامن كل المجموعة جواه اذا الترس صغير قائد بيدور ترس كبير اكبر منه بكتير جدا في الحالة دي السرعة بتاعتي هتكون بطيقة طب انا هستخدم الحاجات دي في اين هستخدمها في متطلبات الطريق طب انا اللي هعمل الكلام ده طب مين اللي هيقفل ويفتح ويعمل الكلام ده كله اللي هيقفل ويفتح ويعمل الكلام ده كله الكنترول بتاع الفتيس الاوتوماتيك او المخ او مجموعة الفلفات او الصمامات الموجودة في صندوق ترس سرعات الاوتوماتيكية هناخدها واحدة وهنعرفها واحدة طيب تعالوا بقى نعرف نقطة تانية طب لو عايزين نعمل نقل مباشر بقى لو عايزين ننقل نقل مباشر ناخد الحركة مباشرة ما نعملش فيها اي تخفيض اي ان من دون تغيير في الايه في السرعة وفي الاتجاه يتم قفل الترس الشمسي مع الترس الحلقي ليدور الاثنان كوحدة واحدة احنا هنقفل ايه هنقفل الترس الشمسي ونقفل الترس الحلقي الخارجي اللي برا اذا الحركة بتاعتي هتيجي مباشرة تعدي زي ما هي ما يحصلش فيها اي تغيير ولا تتعكس كمان الحركة بتاعتي تماما شباب اذا لما احب ااخد سرعة مباشرة زي مثلا السرعة التالتة بتاعتي او اي سرعة مباشرة في الفتيس العادي فانا قفلت ترس القابض مع ترس العمود الخارجي او العمود الرئيسي على طول بقتت سرعة بتاعتي وبشر زي ما هي ما حصلش فيها اي تغفين طيب تعالوا نكام تعالوا نعرف بقى الاوضاع المتاحة للفتيس الاتوماتيك يعني احنا اشترينا عربية واحنا عايزين نعرف ايه الاوضاع المتاحة لليد اللي بتكون موجودة في كابينة القيادة الرجل اللي شارع عربية اوتوماتيك لسه النهاردة وقال لك يا باش مهندس انت حضرتك فيه سيارات الصف الرابع تخص السيارات وانا عندي جايب عربية اوتوماتيك عايز اعرف اسوقها ازاي انا اول مرة جيب في تيس اوتوماتيك او عربية اوتوماتيك اركابها ازاي او اسوقها ازاي تعالوا الاول نشوف التجميعة وبعد كده نشوف ازاي نسوق عربية اوتوماتيك ونختار ازاي طبعا انا عندي هنا مجموعة التروس الكوكبية بتركب ده الترس الحلقي ده كده مجموعة ودي مجموعة تانية ده مجموعة تالتة كده بيحصل الموضوع ترس شمسي في النص مجموعة التروس الكوكبية زي ما احنا شفنا في الفيديو مجموعة التروس الكوكبية اهيه وده الترس الحلقي اللي هيركب عليه تمام نشوفه تاني ده الترس الشمسي انا هركب هنا مجموعة ترس شمسي هنركب مجموعة التروس الكوكبية اربعة واده المحور بتاعتهم ده ترس حلقي واده مجموعة التروس كوكبية تاني والمحور بتاعتهم وده الترس الحلقي الترس الحلقي الخارجي اللي هيركب عليهم وده مجموعة تالتة هنركب لها ترس شمسي وده الترس الحلقي اللي راكب قدام مني ده كده احنا شفنا شكل التروس وطبعا الاسنان بتاعتي بتكون اسنان حلزونية وطبعا خدنا في سنة تانية زمان ميزة التروس الحلزانوية عن عن الاسنان العدلة يعني لو اسنان عندي عدلة كده لما باجع عشقها مع بعض يا شباب ايه اللي بيحصل بسهولة ممكن لو حمل جامد عليها بسهولة عمرها الافتراضي بيكون صغير وبتتكسر لكن لو التروس باسنان ميلة او حلزانية ما يوغد زاوية ميل بيكون اكتر من سنة متعشقة وبيكون فيه سلاسة كمان في التعشيق وبتديني صوت منخفض صوت الفتيس ما بيظهرش معايا عشان كده اغلب الشركات بدأت تتجه او بقت كلها دلوقتي بتشتغل بيه التروس اسنان ميلة او التروس الحلزانية تعالوا بقى نعرف اوضاع اليد بتاعة صندوق تروس الصراط طبعا ده شكل اليد بتاعتي والاوضاع اللي بتكون عندي يا اما بي وبيه يعني بريك او حالة التوقف في الحالة دي يا شباب انا واقف هعمل باركنج ودخلت العربية الجراج بتاعي او انا هقف مدة طويلة او هقف اشارة والاشارة مبينة قدام مني ان انا قدامي ستين ثانية او مية وعشرين ثانية انا واقف مدة طويلة اقدر اختار البي او الان حسب ما انا عايز ده شخص او قريبك بيقولك انت تخصص سيارات الصف الرابع وانا جاي بسيارة اوتوماتيك جديد وانا مش عارف اتعامل معاها ازاي كنت عارف المانول بدوس دي برياج برجل الشمال واخد الغيار الاولاني قدام اخد العصايا شمال قدام والتاني وهكذا طب الاوتوماتيك الاوتوماتيك انت عايز توقف السيارة بتاعتك وتعمل باركينج او توقف مدة طويلة فبنخليها في البي اذا البي انا مفرمل السيارة وفي الحالة دي اكون ساحب الهاند بريك او فرامل اليد بتاعتي وسبت سيارتي على البي خلاص انا كده اطف السيارة بتاعتي واقدر اشغلها على البي السيارات او المحرك مش هيشتغل معايا غير في وضعين في السيارات الاوتوماتيك هيشتغل معايا في وضعين بس بعض الناس ممكن يجي شغل عربية بتاعته يلاقيها مبتستجبش خالص معاه يفكر ان في مشكلة في المكنة لا مفيش مشكلة في المكنة تأكد حضرتك ان انت حاطت عصر في تيس او يد السرعات بتاعت السيارة الاوتوماتيك يا اما في البي يا اما في الان غير كده مش هتشتغل معايا طيب اذا البريك قلنا خلاص احنا واقفين وسبتين طيب الوضع اللي بعد كده اللي هو الان الان وبعدين الار اللي هو الريفرنس او ان احنا بنرجع اه او بنرجع للخلف اه اللي بعد البي مباشرة بيكون الار اللي هو انا برجع مارشلي اذا الار بتاعتي انا بختار الرجوع الى الخلف زي ما احنا شايفين الان دي اللي هو وضع الحياد او الفاضي او انا حاطت السيارة بتاعتي في وضع المور في الفتيس الاوتوماتيك تمام وضع المور في الفتيس الاوتوماتيك طب انا عندي لو انا قلنا البي خلاص قلناها والار اللي هي الرجوع الى الخلف يعني كل اللي هتعمله حضرتك لو انت شاري سيارة جديدة واول مرة تركب في تيس اوتوماتيك كل اللي هتعمله وعايز ترجع الورى هتاخد وطبعا بيكون في بعض الفتسات بيكون فيه يد لازم او لك الافل بتاع اليد يعني بضغط عليه او بعض السيارات ما بيكونش فيها خالص فانا باخد اليد اسحابها الورى لو ما فيش يد الامان اللي في الجنب دي بضغط عليها بايدي او بتكون لقدام بسحابها بايدي كده علشان اخد من البي ارجع للار كل اللي انا هعمله ان ارجع للار خلاص السيارة بتاعتي بتبدأ ترجع الورى اتابع مرياتي او ابص الخلف ايا كان انت هتسوق ازاي بترجع للورى مجرد ان حضرتك هتخطها في الار طيب بعض الار ييجي الان وقلنا الان اللي هي النيتشرال او الوضع العادي او وضع المور او وضع الحياد يعني السيارة بتاعتي في الحالة دي في الفاضي او ممورة طيب هنا هتشتغل السيارة بتاعتي اه هتشتغل المحرك بتاعي لو انا طفيت في الحالة دي وجه شغل هتشتغل معاي طيب في الار لو انا واقف على الار مش هتشتغل معاي طيب في الاشارة بتاعت المرور يفضل ان انا قاف على ايه في الاشارة بتاعت المرور يفضل ان حضرتك توقف في الان او البي ما تسيبش السيارة بتاعتك او المركبة بتاعتك واخدى وضع دي او الار او اي حاجة فيها شغل تشغيل لان ده حمل على المكنة ده حضرتك كده انت محمل على المكنة المكنة طبعا فيه عندي اه محول العزم اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي وتروم بالضغط الزيت اللي بيمشي في المجموعة فده كله حمل على المكنة انا عايزة اخف على المكنة بتاعتي فبخلي طول ما الاشارة بتاعتي فضية او كمان ممكن يصحى علي وانا مش واخد بالي في اشارة قدام مني عربية لو شلت رجلي من على الفرامل العربية بتاعتي طبعا بتمشي اوتوماتيك لوحدها هتغبط السيارة اللي قدام منك او لو كانت ار ممكن ترجع الورا في الحالة بتاعت الوقوف في الاشارة كون في الان او في البي تاني بنأكد ان السيارة بتاعتي مش هتشتغل او المحرك بتاعي لو انت طفي وعايز يعني انزلت تجيب حاجة من سوبر ماركت او شي واجي تركب عربية تاني وتشغل وناسي السيارة المفتاح بعض كمان المفاتيح مش هتطلع معاك من السيارة مادم انت سايبها في اي حاجة من الحاجات بتاعت التشغيل الار او ال دي او ال ون او تو مش هتطلع معي المفتاح طيب بفرض من السيارة بتاعتي بيطلع منها المفتاح اجي اركب السيارة بتاعتي تاني واشغل مش هترضى تشغل معاي لازم اروح فين? لازم اروح في الان او اروح في البيع عشان السيارة بتاعتي تشتغل وادوس على دواسة الفرامل بتاعتي. هنا انا ما عنديش في السيارة دي ما عنديش دواسة دي برياش. عندي دواستين بس دواسة بنزين ودواسة فرامل. هل انا لما بدوس فرامل بفرمل الماكنة بس بفرمل السيارة بس? لا ده انا بفرمل الماكنة مع الفتيس بالدواسة بتاعتي بتاعة الفرامل. عرفنا الان? تعالوا نعرف الوضع التاني اللي بعد كده اللي هو او السرعة المباشرة او ان انا امشي الى الامام اذا دي انا بمشي الى الامام وهو هيغير سرعاته الفتيسي هيبدأ يغير سرعاته ياخد اول وينقل هو اول تاني تالت وينقل السرعات بعض السيارات الحديثة دلوقتي ما عندناش بنحس ان هو نقل كانت السيارات القديمة احنا بنحسها يعني القديمة شوية كنا نحسها لما نيجي ندس بنزين وتبدأ تاخد السرعة الاولى وهتنقل فنحس احنا برجة صغيرة كده وانت راكب او على مقود السيارة فبتحسها دلوقتي علشان السنسورات والكنترول العالي جدا اللي موجود في السيارة والتطور الكبير جدا اللي حضرتك محتاج تقرأ وتقرأ وتعلم وتعرف الحاجات الجديدة دي بيخلينا ما عندناش نحس بالنقلات بتاعة السيارة فالفتيس بيعمل معايا الاول والتاني والتالت مدام انا حاطت على وضع البي انا حطيت على الدي خلاص هو هينقل معايا طيب في بعض السيارات بيكون موجود اتنين وواحد او تلاتة واثنين وواحد او ينقل اللي هو الفتيس الستيبترونيك او اللي هو بينقل منول وبعض الفتيسات بيكون فيه شفتات في اليد الديركسيون عشان انقل من الفتيس الاتوماتيك لي فتيس مانول وانقل انا كل اللي انا هعمله ان انا اضغط على الشفت او اليد اللي موجودة عندي في الديركسيون عشان انقل من السرعة الاولى للتاني طيب لما يكون موجود تعالوا بص على السرعة دي لما يكون موجود عندي بعد دي هنا بعد كلمة دي او حرف دي اللي موجود اتنين او واحد ده معناها ايه عدى السرعة التانية بتاعتي ليه انا طالع طالع عالية جدا او نازل في الحالتين انا مش محتاج سرعة انا محتاج عزم محتاج قوة من السيارة بتاعتي فبيحطيلي الشركات بتحطيلي بعد كده حاجات تانية كتير زي ما احنا شايفين التو بيكتب لتنين وده معناها ان هو هيمشي في النمرتين الاول والتاني بس مش هيعدي السرعة التالتة ده ليه انا طالع طالع عالية جدا فالسيارة محتاج قوة ومحتاج عزم ما فانا في الحالة دي مش محتاج سرعة بتاعتي او انا ماشي في طريق ظلق او طريق في امطار او طريق في جليد في الحالة دي انا مش محتاج سرعة انا محتاج السيارة تكون سبتة ومسكة في الارض محتاج عزم سواء انا طالع انا نازل يا شباب يفضل لو انت نازل على منحضر كبير جدا او عالي نسبة الانحضار فيه عالية وده بيزهر بقى والناس الخبرة بقى في الحتة دي الناس اللي هم سكنين في اماكن جبلية فبيكون فيه نزول قاسي جدا وتلوع قاسي جدا في الحالة دي هو يختار النمرة اللي هدي يمشي معها ممكن يختار كمان الواحد ما يتعداش الواحد لما يكون نسبة الانحضار عالية جدا او نسبة النزول او في تلجة او الارض بتاعتي ظلق نازل امطار تسقط امطار وكده والارض بتاعتي ظلقاتينية فانا بكون على الاول بس علشان اقدر اتحكم في السيارة بتاعتي مش محتاج سرعة ما تدسي بنزين زيادة لانها كمان مش هتجيب معاك اكتر من السرعة المحددة للسرعة الاولى تمام نكمل ده برضو بالنسبة للسرعة الاولى قلنا ان الاختيار ده هيخليني ان انا متعداش السرعة الاولى وده بنستخدمه طبعا في الشتاء والطرق الزلق تعالوا بقى نعرف الرابط الهايدروليكي او محول العزم وهو جزء هيدروليكي يتكون من جزئين رئيسيين مضخة وتربينين يضعان داخل وعاء هنحطهم جوه وعاء مغلق ذات ارياش داخلية هنعرفها دلوقتي لمنع التدفق الداخلي للسائل وزيادة الكفاءة ونائل حركة المحرج بتاعتي مباشرة ده يعتبر القابد بتاعي الهايدروليكي البديل للقابد العادي اللي هو الاحتكاكي اللي كنا عاملين له دواسة تحت رجلينا الشمال طيب وعرفنا طبعا التروس الكوكبية والمجموعة دي فاضل عندي ايه تاني من احنا بنتكلم كده عن مجموعة الفتيس مجموعة الفتيس قلنا القابد الهايدروليكي وبعدين مجموعة التروس سواء الكوكبية او الحلقية او الشمسية بعد كده كتلة الصمامات او المخ او العقل بتاع الفتيس وده اهم جزء عندي في الفتيس ومش اي حد بيشتغل فيه لازم يكون عنده خبرة عالية جدا لان ده المصارات بتاعة الزيت ده اللي هيتحكم في عشان ينقل اوتوماتيك من السرعة الاولى للسرعة التانية للسرعة التالتة كل اللي هيحصل ان هو بيقفل مجاري او مصارات ويفتح مصار تانية عشان يفرمل اللي احنا كنا بنقول عليه يفرمل حلقي او يفرمل شمسي او يفرمل مجموعة تروس كوكبية كل ده بيحصل اوتوماتيك من خلال مجموعة الصمامات او كتلة الصمامات او الكنترول بتاع الفتيس تمام دي الجزء ده مهم جدا 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 وان شاء الله نبنجيب فيديو عنه وازاي الجزء ده بيشتغل وحتى مصارات الزيت وسواء كان البلي اللي موجود فيه او تحكم الكتروني كل الكلام ده ان شاء الله هنتكلم فيه المرة جاء طيب تعالوا نعرف الاول كمان احنا هنا بنستخدم زيت هيدروليكي معين ليه الفتيس بتاعي زول زوجة معينة بيختلف طبعا عن زيت الفرامل بيختلف عن زيت الفتيس العادي زيت الفتيس الاوتوماتيك هيختلف عن الزيت التاني طيب ده شكل الفتيس بتاعي دي البطيخة او محول العزم ودي المجموعات بتاعت اهيه والمجموعات دي يا جماعة بيكون في جواها كمان مجموعة تروس قابط كلتشات بنسميها كلتشات في الداخل من جوه عشان توصل المجموعات ببعضها وتربط المجموعات ببعضها وننقل السرعات بتاعته هنا بيكون موجود المخ وهنا الكارتير بتاع الزيت بعض المشاكل بتحصل ان الفتيس بتاعي ما بيستجبش بنيجي ايلي اول حاجة بنختارها نقول له انت غيرت زيت الفتيس بتاعك امتى طب غيرت الفلتر بتاعك امتى الصيانة مهمة جدا وهنعمل حلقة مخصوصة لصيانة الفتيس الاوتوماتيك ان شاء الله طيب كده عرفنا شكل الفتيس الشكل العام من برة قلنا دي البطيخة او محول العزم محول العزم الهيدروليكي او القابط الهيدروليكي ودي مجموع المجموعات الداخلية للفتيس بتاعي سواء كان اه تلت سرعات او ست سرعات او فتيس مانوال مع اوتوماتيك بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده تعالوا بقى نعرف محول العزم بتاعي بيشتغل ازاي ده شكل البطيخة يكون مصنوع من الصلب زي ما احنا شايفين وده هيركب على دي دي طلومبة الزيت اهي طلومبة بتاعت الزيت اللي هي هتضخ الزيت بتاعي طبعا طلومبة الزيت زيها زي طلومبة زيت المكنة بالزبط بتضغط معايا الزيت تدخله جوه البطيخة او محول العزم اللي قدام مني ده محول العزم ده هنفكه دلوقتي ونشوف الريش الداخلية بتاعتي اللي جواه لإلا هو بيشتغل عبارة عن مجموعة من الريش عشان تاخد الزيت ده تنقل الزيت هو اللي هينقل الحركة اللي جاية من المكنة هنشوفه لما نفتحه دلوقتي حالا من جوه بيطرابط طبعا في المكنة بتاعتي وياخد حركته من عمود الكرانك وطلومبة الزيت بتاعتي برضو بتاخد حركتها من عمود الكرانك ده عايز يقول لي ان مكانه في الفرغة بتاعة الفتيس ده مكانه اهو هنركب البطيخة دي هنا في المكان ده ومكان المسامير بتاعتها قدام مني تمام هيركب اهوة وهنا في مراود لو شفنا العمود ده العمود ده في مراود اهو هنطلع العمود ونجيبه عشان يركب جوه عشان ياخد حركته من الريش الداخلية اللي جوه محول العزم هناخد العمود اهو شايفين المراود اللي قدامنا يا شباب دي المراود اللي حصلة قدامي اه المراود دي اللي هتنقل الحركة من الريش الداخلية من محول العزم تنقلها المين لباقي اجهزة نقل الحركة هنشوفه دلوقتي حالي ودي مضخة الزيت بتاعتي عشان تضخ الزيت داخل المجموعة طبعا الفتيسي الاوتوماتيك وفر كتير اوي لكنه طبعا بيكلف كتير على الناس لكن الحركة او الراحة بتاعة القائد السيارة دي بفلوس التكلفة العالية دي بفلوس ما عندش بقى بابدأ ادوس برجل الشمال واحول من الاول للتاني والكلام ده كله بقى كل ده اوتوماتيك وبقى بيستجيب لسرعة العربية بتاعتي او السيارة بتاعتي بتجمع بسرعة عالية جدا زي السيارة المانول بالزبط تعالوا نفك المحول العزم اللي قدام مني ده محول العزم ده جواه تلات ريش او تلات مراوح واحدة قائدة واللي في النص هتعكس حركة عشان تخلي المنقاد زي القائد بالزبط يعني ايه هنشوفها دلوقتي مجموعة اهي التربين اللي قدام مني ده هيبدأ يدور الزيت بتاعي في الحركة دي في الاتجاه اللي احنا شايفينه ده ده التربين اللي قدام مني ده هيبدأ يحرك الزيت ويدوره في الحركة دي طيب هيجي تربين تاني في النص او مجموعة تانية في النص هنشوفها دلوقتي حالا اهي تربين الداخل اللي في النص ده هيجي هو يعكس الحركة يخلي الحركة بتاعتي تتعكس لو انا خدت الحركة بتاعت الزيت من التربين الاولاني اديتها للاخير هتبت تطلع الحركة بتاعتي معكوسة معكوسة يعني عكس اتجاه الدوران فاحنا حطينا التربين اللي في النص ده عشان يرجع السرعة تاني تدور في نفس اتجاه الدوران بتاع المكنة اللي هو جاي من التربين الاولاني ولو شفنا كمان هنا عندي يايات داخلية هي عشان تمتص الصدمة شايفين اليايات الداخلية اللي تحت دي تحت التربينات الداخلية اليايات دي موجودة زي السرعة المرنة في الفتيس العادي تمام يا شباب السرعة المرنة بتعمل ايه لما نيجي نبدأ نعمل تعشي عشان ما تتكسرش الاسنان بناخد الصدمة دي نديها للسرعة المرنة نفس الكلام هنا فيه سرعة مرنة طيب لو احنا خدنا التربين الاولاني ده وبدأ يدور بالاتجاه اللي احنا بندوره دلوقتي كده ده هيدور عكس الاتجاه بتاعه نقوم جايبين بقى التربين التالت اللي في النص ده هيدور مع دوران المحرك لما ييجي دور مع دوران المحرك هيدور في اتجاه عقارب الساعة اذا التربين الاخير ده هيدور في اتجاه معاكس هنا عايز يقولي ان المراود هتدور الجزء او التربين بتاعي التاني ده تمام اذا في الحالة لو انا وحطتش التربين اللي في النص ايه اللي هيحصل الحركة هتتعكس طب انا اعمل ايه عشان اخلي الحركة في نفس الاتجاه بنحط التربين الداخلي او الرياش الداخلي تعالوا نبص على المروحة دول لو شغلناهم هنشغل واحدة ونسيب التانية ما ندلهاش مصدر طيار كهرابي دي هنديها طيار كهرابي ونشغلها دلوقت تعال نشوف المروحة دي لما لما المروحة دي تدور التانية دي مش هتشتغل هتشتغل ايه احنا فصل الله الكهرباء هتشتغل من مين من اتجاه الهواء بتاعت اللي بيدور من المروحة الاول ايه شغل المروحة كده بعد اذنك التانية بدأت تدور بس بدأت تدور عكس اتجاه هي دايرة في الحالة دي عكس اتجاه لازم نحط التربين في النص هنا الحركة الحركة تنقلت حركة هنا نيوماتيكية بالهواء احنا هننقلها في الفتيس الأوتوماتيك بالزيت هيدروليكية دا نفس الفكرة بتاعت التربين عايز يقول ان التربين دا القائد اللي احنا هنديله حركة التاني دا هيبقى منقاض هياخد الحركة اهو اللي هو هنا هياخدها عن طريق الزيت هنا هو واخدها عن طريق الايه الهواء بس انا لو نقلتها له كده مباشر قلنا تاني بنعيد معلش يا شباب انا بعيد كتير بس عشان الحتة دي بعض الشباب اولاد حبيبي بيخطأوا فيها عايزين نفهمها كويس جدا دي واخد حركتها من المروحة الاولانية اللي هي داخل لها كهربا بالهواء بسرعة الهواء بتاعتي او نيوماتيك الرجل وقفها هو طيب انا عايز انقل الحركة دي وتكون في نفس الاتجاه لو احنا وقفنا دي هنلاقاها بتدور العكس الاتجاه بتاع دا شوف هنلاقا الهواء هنا بيدور بيدور دي عكس الاتجاه هنيجا حطين تيربين تالت كمان في النص عشان يعمل ايه؟ عشان يعكس الحركة اللي طلعة ويخليها تمشي مع مصدر الحركة اللي جاية من المحرك بتاعي تهيقلي ادنالو وقت كافي جدا كده محول العزم وفهمناه هنا الهواء هو اللي هينقل الحركة هناك الزيت هو اللي هينقل الحركة مهم جدا يا شباب نفهم النقطة دي مهم جدا نفهم نقطة نقل الحركة اللي جاية دا عايز يقول التيربين اللي هيكون في النص بقى عشان يخليلي يوحد لي اتجاه الحركة اللي طلع دا اللي هيعمل دا الكونفيرت اللي هيغير بقى اتجاه الحركة بتاعتي عشان يخليها في اتجاه واحد اللي جاية من الماكنة بتاعتي رياش زي ما احنا شايفينها هو كل الزيت هيمر يعدي من النص من الرياش اللي قدام مني ده هي يروح يحرك التيربين التاني اللي هو متصل بمين بقى بالفتيس انما العمود اللي كان جاي هنا كان مشغل الريشة دا هي كان جاي منين كان جاي من الماكنة يبقى بيشغل العمود اللي جاي هيشغل ترمبة الزيت ويشغل التيربين الامامي اللي جاي مع الماكنة دا هيدور منين هياخد حركته منين هياخد حركته من الزيت اللي جاي بس هنعكسه الاول من خلال التيربين الداخلي اللي في ايد الراجل اللي احنا شايفينه دا طيب كمان عايزين نقول وشوفنا اليايات اللي هي هتمتص الصدمة بتاعتي عشان ما يكونش عندي ما يتنقلش الحركة بتاعتي بشكل مفاجئ فيكسر لي التروس طيب تعالوا نروح لنقطة تانية ونشوف فيديو تاني برضو لمحول العزم وازاي بيشتغل محول العزم لان انت لو فهمت محول العزم بيشتغل ازاي انا يهمين النهاردة بس كده لو احنا فهمنا محول العزم هيبقى سهل ان احنا نعرف بعد كده بامر الله صندوق تروس السرعات الاوتوماتيكي ازاي بيشتغل طبعا المكانة بتاعتي بتعمل سحب وضغط واشتعال وعدم كلنا عارفين الحاجات ديت كل الاستوانات بتاعتي بتشتغل زي ما احنا شايفين بتاخد سحب وضغط واشتعال وعدم ناخد الحركة دي ننقلها من اهو الراجل نقل على دي هياخد طلومة الزيت طبعا بتدي لي الكونفيرتر او البطيخة او محول العزم او القابض الهايدروماتيكي ياخد الحركة دي ينقلها اهو من التربين الاولاني نيعكسها من خلال التربين الوسطاني اللي في النص ده فتتنقل الحركة لسندوق تروس السرعات الاوتوماتيكي للاسف ان وقت حلقتنا اه بينتهي قبل ما نكمل لكن ان شاء الله نكمل حلقتنا ونعرف ازاي الفتيس الاوتوماتيك او صندوق تروس السرعات الاوتوماتيكي ازاي بيشتغل ان شاء الله في حلقات قادمة مهم جدا انك تنوع مصادر دخل المعلومة بتاعتك يا شباب بتاعتكم يا شباب اسألونا على القناة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم قطاع التعليم الفني هتلاقوا اه مواقع كتيرة جدا اه لينا اي سؤال اسأل المعلم بتاعك عندك في المدرسة محدش هيتأخر عنك احنا في خدمتك لان احنا عارفين ان طلاب المدارس النظام الخامس سنوات اغلبهم وحتى بتوع الدبلوم التلات سنين اغلبهم داخل التعليم الفني عشان ينافس في سوء العمل وعلشان يدخل الكلية بتاعته في نهاية حلقتي بشكركم وبدع الله ان انا اكون وصلت ليكم معلومة بشكركم في نهاية حلقتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته